موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي قناة شوف تيفيف الموجز الرياضي لهذا اليوم أسفرت قراءة دور المجموعات لمنافسات عصبة الأبطال الأفريقية لكورتيا القدم التي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الافريقي بمصر عن مباريات قوية لممتلي الكرة القدم المغربية فريق الوداد البيضاوي والدفاع الحسنية الجديد وأوقعت القرعة فريق الوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة أمام كل من فريق أيستوغو وفريق أورايا ونادي ماميلودي ساندونز ومعلومة أن فريق الوداد قد توجه الموسم الماضي بلقب عصبة الأبطال الحساب فريق الأهلي المصري وعلى أرضية مركب محمد الخامس وكأس السوبر أمام فريق مازنبي بالنسبة لفريق الدفاع الحسنية الجديد فقد أوقعت القرعة في المجموعة الثانية مع الفروق قوية منتمية للدور الجزائري ويتعلق الأمر بكل من فريق وفاق الصيف ونادي مولودية الجزائر فريق الدفاع الحسنية الجديد سيكون أمام اختبارات صعبة جدا خاصة من الفريق الثالث الذي سيواجهه وهو مازنبي الكونغولي بخصوص القرعة يرى حسن بن عبيشة المدير التقني ولاعب السابق لفريق الوداد البيضوي أن قرعة دور المجموعة التي أجريت اليوم برسم منافسات عصبة الأبطال الإفريقية أوقعت القلع على حمراء في مجموعة في المتناول مؤكدا أن بإمكان النادي أن يحقق نتائج جيدة خلال الموسم الحالي ورشح بن عبيشة في تصريح اللي شوف سبور فريق الودادة البيضوي للمرور إلى الدور الموالي رفقة فريق ماميرودي ساندونز موضح أن التجربة ستلعب دورا مهما في نسخة الموسم الحالي برسم منافسات عصبة الأبطال الإفريقية وتابع قائلا رغم أن المجموعة في المتناول هناك أمور لابد من التركيز عليها إلى اللاعبين ما أخذوش المباريات بجدية وركزوا مزيان حتى عجام ما ستبقى سهلة عبر موهوب الغزواني اللاعب الدولي السابق ونجم نهائية كأس العالم 1970 رفقة المنتخب المغربي عن حجم المعاناة الاجتماعية التي يعاني منها رفقة هائلتها الصغيرة والكبيرة بسبب الإهمال والتهميش الذي طاله منذ زمن طويل ورسل الغزواني في رسالة مؤترة بتاريخ 15 دوجنبر 2017 فوزي لقجع رئيس الجامعة المالكية المغربية لكرة القدم لحل أزمته للشماعية بعد عجزه عن مواصلة عمله السابق كسائق أجرى عن عمر يناهز 72 سنة وتوصلت شوف سبور بنسخة من رسالة اللاعب الغزواني يؤكد من خلالها أنه لا يمتلك دخلا مديا قارا يضمن له لقمة العيش ويشعر بالخجل في كل مرة يلتقي بها رجال الإعلام عندما يسألونه عن وضعه للجماعي حكمت المحكمة الابتدائي بمدينة مركوش يوم أمس الثلاثة على 21 شبا من مشجعين درجاء البيضاوي بالحبس لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر وشهرين حبسا نافذا بالإضافة إلى أداء غرامات مالية وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم الحكم على 14 متهما بشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية تقدر في 2000 الدرهم لكل واحد منهم وعلى 6 متهمين آخرين بأربعة أشهر حبسا نافذا في حين أدانت المحكمة متهم واحد بثلاثة أشهر حبسا نافذا وفي نفس السياق قررت المحكمة تبرئت 38 شخصا ضمنهم 34 كانوا في حالة صراح من التهم المنصوبة إليهم بهذا وصلنا لنهاية الموجز الرياضي نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر